بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب وعلى آل عقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عسبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف بطرحه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من معلي قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ولعب وإنا له لحافظون قال إني ليحظنني أن يتذهبوا به فأخاف أن يأكله الدئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الدئب ونحن عسبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به فأجمع أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتربي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق فتركنا يوسف عيد مساعنا فأكره الدئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا علاق ومنصي بذمن كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا باردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بغاعة والله علم بما يعملون وشره بثمر بخص درائم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أمرا ترجمة نانسي قنقر